طيب تعالوا بقى نروح نعرف برضو كده اكتر يعني تفاصيل ونعرف من الاساس او كابتن علي هاشر من المدير الفني لفريق كرة السلة سيدات بن نادي الاهلي يا كابتن علي في البداية صباح الخير ومبروك علينا جميعا يا صباح الفضل انا عدد مبروك علينا كلنا الحمد لله الحمد لله حلو جدا خلينا بقى نقول كده شخصية الاهلي حتظهر كمال في طرحي للأسئلة اللي راح خلاص يا فاندم مبروك على ما مضى ولكن خلينا نقول ما هو قادم يعني سيدات السلة حقيقة اثبتوا امتياز رائع جدا وجبار زي ما انا كنت بقول وكلنا سعداء بيهم بس خلينا نعرف ما هو قادم وإيه كابتن علي اللي انتو بتستعدوله في الفترة القادمة ان شاء الله اتفاضل فاندم ما فيش الحمد لله حمد لله مبارح خلاصنا كاس مصر كبطولة مهمة جدا نتمنى حمد لله ساكننا بردنا ده ده دي كمهمة جدا نرجع حمبارح الحمد لله ربنا كرمنا كرم كبير ما فيش يعني بكرة خلاص يعني هنقفل الصفحة خلاص كعدة الفرقة وكعدة النادي الاهدي هنقفل الصفحة بكرة في التمرين ان شاء الله هو عندنا بقى البطوء الاهم في الموسم ان شاء الله عشان يبقى حققنا زي ما بقوله بيدا العلمات كاملة بسنادي بإذن الله يا رب ان شاء الله طبعا كنسا حيك سؤال صغير كده يعني كابتن علي احنا ملاحظين ويمكن زي ما كنت بقول احنا فعلا متابعين سيدات سلة الاهلي خطوة بخطوة وماشاء الله وحاجة اكيد كلنا فخرين بها الاداء المتميز فعلا رغم الظروف الصعبة اللي كلنا عارفينها يعني ازاي كابتن علي قدرت ان حضرتك برضو تخليهم يحظوا على التقلق بهذا الشكل رغم اي صعوبات وجهة العالم مش بس وجهة النادي الاهلي يعني بس نوان ده طبعا العيب النادي الاهلي يعني بقولها مختلفة في روحه وفي اداءه وفي التزامه فما ببناخدش وقت كتير ومنتعبش كتير في موضوع اللي احنا من اهل العيبة دي كل واحد عارف ضروف النادي الاهلي طبعا وزياد عن كده وروح النادي الاهلي اللي بتظهر زي انتي بتقولي في الموافق الصعبة دي يعني ازاي عايز اقولي جمبارح يعني نور علي طلعت اول مطش من 5-6 شهر تأديم مستوى عالي مية حلوة ده خلت بشكل جيد مبارح دين سلعوي برضو بشكل جيد ده كان 3 اصابات مش معانا على مدار العشرة تأمل اللي فاتوا فقدروا يحقق اول المكسب مع بقى الترقى الحمد لله الحمد لله وعلى كل حال مبروك علينا مرة تانية يا رب دايما كده سيدات الاهلي تساعدنا شكرا لك ابتنا علي شكرا